مرحبا اهلا بكم معاكم احمد حسن من قلالات للمان الديفرينت ونريد ان نتكلم عن حاجة اسمها كنتينرز او الحاويات او حاجة ممكن تحط جواه حاجات تانية اللي يبنوا عليها وعاء باللغة العربية والكنتينرز دي انواع كتير وهنتكلم النهاردة عن بعض الانواع دي ان شاء الله اول نوع معانا هو الكيس يعني مثلا عايز اقول كيس سكر كيس شبسي كيس روز مثلا فده يبقى اسمه bag of for example مثلا يقول a bag of sugar يعني كيس سكر a bag of rice كيس روز a bag of chips يعني كيس شبسي طب لو عندي مثلا علبة تونة علبة تونة دي اسمها ايه او علبة التونة اللي هي العلبة الصفيح اللي يبقى فيها تونة دي اسمها ايه اسمها تن فيبقى علبة تونة اسمها كذلك برضو عندي الكنزاية اللي احنا بلو عليها كنزاية دي اسمها كان فاقول مثلا a can of cola a can of Pepsi a can of juice ممكن لو الجوس متعبف في كان فممكن اقول a can of juice حاجات زي كده ممكن تبقى الكن دي حاجة محطوط فيها food يعني ممكن تبقى a can of food فمثلا ممكن يبقى فيه علب فول او علب البسلة اللي هي بتبقى معلبة فادي بقى اسمها برضو كان فاقول a can of peas a can of peas يعني علبة بسلة اللي هي البازلة وطبعا عندي الازازة فممكن اقول الازازة مية اللي هي a bottle of water او ممكن تكون ازازة عصير فتبقى a bottle of juice ممكن تبقى ازازة كاتشاة تبقى a bottle of ketchup كذلك برضو عندي الحتة اللي هي بنو عليها حتة جبنة حتة بيتزا مثلا فدي باسمها a slice of ممكن اقول a slice of pizza a slice of cheese يعني قطعة جبنة او قطعة بيتزا كذلك عندي برضو فيه كنتينر اسمه جاج جاج ده اللي هو الاناء الكبير ده اللي ممكن تحط فيه عصير ممكن تقول a jug of juice مثلا اللي هو اناء في عصير فده اسمه جاج فتقول a jug of كذا فلو مثلا العصير ده لمون فتقول a jug of lemonade مثلا يعني a jug of orange حاجات زي كذلك كذلك عندي بعضو فيه jar اللي هي بارترمون او بارترمون نش عارف ايه الصحة بتاعها بس هو ده يعني اسمه jar فممكن اقول a jar a jar of pickles يعني بارترمون او بارترمون مخلل فبيكلز اللي هي المخلل او الحاجات المخللة الحاجات السولتي ده احيانا باج اخد الدواء فيقول ياخد معلقة الدواء فالمعلقة دي اسمها ايه اسمها a spoonful فاقول a spoonful of medicine كذلك ممكن اقول انا باجي اعمل الشاي وبحط عليه معلقة سكر واحدة فاقول a spoonful of sugar a spoonful of sugar بالشكل ده طب لو عندي مثلا كوباية ازاز فالكوباية اسمها ايه اجلاس فمثلا عايز اقول انا عايز كوباية لمون فاقول a glass of lemonade كوباية عصير a glass of juice بالشكل ده احيانا برضو ممكن يكون معي في ايدي شوية حاجات كده في ايدي على قد ايدي فادي بقى اسمها غرفة من حاجة يعني مثلا شوية فول شوية سوداني شوية لب شوية فشور فالغرفة دي او الحاجة اللي على قد ايدي دي اسمها a handful فاقول i have a handful of popcorn a handful of popcorn بالشكل ده فانا معي شوية فشور على قد الايد بالزبط طبعا لو عايز اجب شوية شربة فشوية الشربة دول هيبقوا في bowl اللي هي اللي بيقول لها بالعربي بولة فهي البولة دي اسمها bowl فاقول a bowl of soup a bowl of soup يعني بولة شربة او سلطنية او ايا كان يعني بس احبوا لها bowl فهي a bowl of soup بالشكل ده طيب لو عايز اقول باكو بسكوت يعني باكو بسكوت فباكو البسكوت ده باسمه a pack of biscuit a pack of biscuit بالشكل ده يعني باكو بسكوت طبعا البيت الشوكولوتة بيبق اسمها ايه؟ قال بالشوكولاتة باسمها box فاقول a box of chocolate شكولة هذا الشكل وكذا أكون خاصة حلقة النهاردة أتمنى أنكم استفدتم منها وأراكم في حلقة جاية سلام